لقيامة لا يقل عن 45 شخصاً مصرعهم عندما بحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبيني وقالت مصادر رسمية إن طائرة كانت تقل جنوداً عند هبوطها بجنوب البلاد في أسوأ كارثة جوية عسكرية بالبلاد منذ نحو 30 عاماً وقال سلاح الجو الفلبيني إن الطائرة التي تحطمت من طراز C-130 تعرضت لحادث عند هبوطها ترجمة نانسي قنقر